أن أتحدث عن نظام بوتفليقة من 99 إلى اليوم أن يفكك كل الأشكال البسيطة دعني يا رجل أنا حينما أتحدث أتحدث عن رئيس الجمهورية وليس شخص مقعد طريح الفراش تحدث عن رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية يفترض فيه في الدولة الحديثة والمؤسسات أنه يعكس كل ما هو قائم من مؤسسات في البلاد إن كانت هناك من مؤسسات هناك خطر حقيقي وقع في الجزائر هناك تقسيم حقيقي للمجتمع الجزائري هناك شروخ وقعت في المجتمع الجزائري هناك باسم المصالحة الوطنية والسلم هناك سلم عنيف في المجتمع الجزائري اليوم بسبب تمسك السلطة وتعنط السلطة بإدارتها للوضع بالفساد بإدارتها الفوقية بإدارتها عن طريق القوة البوليسية والدولة البوليسية وعن طريق الشرعية التي تعطيها لها المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية وما إلى ذلك هناك عودة صريحة واضحة وكارثية وهي كانت موجودة ولكنها تكرست الآن الجهوية عودة إلى القبيلة عودة إلى العروش هناك تسلط الآن واضح لأصحاب المال الفاسد الذين لو تدرس حجم المال من 99 إلى اليوم لو وجدته يعادل وربما مضاعف لكل حجم المال منذ الاستقلال إلى سنة 1998 هناك الفساد المطبق الذي تعرفه الجزائر في هذه المرحلة أكثر من نسب الفساد التي عرفتها الجزائر من أيام ما صينيسها إلى السيدة من زروال إذن النظام في حد ذاته يتجاوز أساليب الحكم النظام أصبح مصطغ لكل الأزمات وبالتالي ليس هناك إمكانية لإصلاح النظام النظام في حد ذاته غير قابل للإصلاح وبالتالي لن نستطيع أن نتحدث عن إصلاح أو تغيير هادئ لا بد من قطيعة حقيقية مع النظام هذا nosotros هذا لن يكون عنيفا لا ليس بضرورة القطيعة لا تعني بضرورة النظام لا أنت قلت ما يكونش تغيير هادئ معناها عنيف أنا لم أتحدث عن تغيير هادئ أو تغير غير هادئ أنا تحدث أن أقول أن النظام في حد ذاته كما هو غير قابل للإصلاح وبالتالي الحديث عن التغيير بهذه الكلمات البسيطة لا تكفي الجزائر محتاجة اليوم إلى قطائع على مستوى طبيعة النظام وأصوله وجدوره وشرعياته الميتة تلقاتلة على مستوى طبيعة النظام على طبيعة السلطة في مسألة إدارة الحياة السياسية سياسياً عن طريق التنظيمات الحزبية وعن طريق المجتمع المدني وإشراكها في صناعة القرار والتداول على الحكم وهناك أيضاً ثورة حقيقية فكرية نفسية تقافية تربوية يجب أيضاً أن يخضى على المجتمع الجزائري المجتمع الجزائري أصبح مريضاً بسبب أمراض السلطة وأمراض النظام التي نقلها إليها كعدوى حقيقية ولذلك نحن نتحدث عن قطائع أما في حكاية أستاذ القطائع هذه ما تشوف تبلي هي محصلة أستاذ محصلة ما صار يعني أنا في تقديري أن القطائع تأتي كمحصلة كنتيجة يعني وكأني بفضيل أستاذ فضيل بمالا يقول بأنه نبدأ من القطائع وفي حين أن المجتمع اليوم الجزائري لا يحتمل ما تطرحه اليوم أستاذ ولما تتحدث وتقول أن المجتمع الجزائري لا يتحمل فقط القطائع باليمارسها يومياً هناك قطائعة على مستوى القضاء الجزائريون أصبحوا يذهبون إلى حلول توافقية فيما بينهم عن طريق الأليات التقليدية للمجتمع الجزائري في محل النزاعات بعيداً عن القضاء لأنهم يعلمون أن القضاء غير مستقل وأن التليفون هو الذي يقرر وأن الرشوة هي التي تقرر وتمس للأسف الشديد ليس كل القطاع ولكن تمس كثيرين من ممثل هذا القطاع وهو أزمة حقيقية الجزائريون في المنظوماتهم التربوية التي يعلمون أنها فاشلت ألا يذهبون إلى نظام تربوي موازي وكل يبحث عن كيفية تربية أبنائه بطرق الموازية مقاومة لهذا النظام الفاسد المنظومة الصحية ألا يذهب الجزائريون إلى أنظمة موازية بما في ذلك رئيس الجمهورية يبحث عن حل لصحته بطريقة موازية الجزائريون أصبحوا عبارة عن تلك القطار في القطار وفي كل مرة أصبحوا ينفصلون عن ذلك القطار لأنهم يؤمنون بأن هذا المسار الذي تأخذون فيه السلطة كخط سريع هكذا بهذه الطريقة بهذا المنهج بهذه العنجاية هو مسار خطير ولذلك ترى أن في أسئلة حتى نربط الكلام ترى أن أسئلة الفيسبوكست والذين يتدخلوا على مواقعكم هناك خوف هناك قلق وجودي هناك أسئلة والأسئلة ذاتها التي نجدها اليوم هي نفس الأسئلة التي كانت سنة 1990 و1992 و1980 والجيل الذي سبقناه واجهي نفسها الأسئلة تاعة 79 ونفسها تاعة 62 إذن هناك إشكاليات جوهرية ولذلك نحن نقول أن الجزائر ليست محتاجة لأي رئيس فاقد لكل شرعية في نظام فاسد مفسد الجزائر محتاجة لأن تعيد نظرها في منظومتها في منظومة الدولة الحديثة منظومة المؤسسات منظومة القيمة المشتركة منظومة إدارة مشاكلها ورزاعتها فيما بينها وكيفية إدارة بلاد اقتصاد حقيقي فعال ولذلك فنحن مثلاً وأنا بهذه المناسبة إن سمحت لي أن يوم 18 واليوم اليوم الأربعاء وغداً الانتخابات نحن نقول أن الجزائر ليست بحاجة إلى رئيس بالمفهوم التقليدي الجزائر محتاج إلى تغيير جذري إلى قطيعة وإلى تجاوز هذه المرحلة وأنا أدعو المجتمع أن يجند نفسه سلمياً فكرياً منهجياً من خلال المشروع الذي أقترحه للنقاش العام الجزائري هو مبادرة دستورنا حان الوقت أن الجزائريين هم الذين يكتبون نصهم الأساس ولا ينتظرون من السلطة عن طريق رئيس أو عن طريق حكومة أو عن طريق مجلس تعينه السلطة أن هي التي تعطيه دستوراً حان الوقت أن الجزائريين هم الذين يضعون دستورهم هم يناقشونه فيما بينهم ثم بعد ذلك ينتخبون من بين الشعب الجزائري من يمثلهم في مجلس تأسيسي حقيقي وليس مفروض من فوق ليضع ويكتب هذا الدستور ثم يعود به إلى المجتمع ليوافق عليه وهو ذات الدستور الذي يحدد من القاعدة إلى الفوق وليس دستوراً توافقياً كما تقول السلطة وكما تقول بعض الأطراف المعارضة لا نريد توافقات بين السلطة والمعارضة نريد أن المجتمع هو يكون مصدر السلطات وأن الشعب هو الذي يحدد القانون الأساسي وأنه هو الذي يجعل القانون الأساسي وبذلك سندهب تدريجياً إلى خلق مجتمع مدني حقيقي إلى خلق نخب حقيقية بديلة وإلى خلق أطر في إطار القانون وإطار الدستور نستطيع من خلالها أن نؤسس لجمهورية ثانية حقيقية وليس تلك الجمهورية التي يدعو لها بعض أتباع النظام المدافعين من عهدة رابعة نفو مصدر